بعد تفشي فيروس كورونا تتوجه الكثير من الحكومات والشركات للاستثمار في تطوير أساليب التحقق من الشخصية في المطارات وذلك للحد من التلامس والاختلاط بل إن الوباء جعل هذا النوع من التقنيات أكثر قبولاً فاستطلاع للرأي أجراه اتحاد والنقل الجوي العالمي أوضح أن 73% من المستطلعين لا يمنعون تطبيق إجراءات التعرف الآلي عليهم خلال السفر مطارات عدد من الدول بدأت فعلاً باستخدام تقنيات التعرف الآلي على الوجه ويقول الخبراء إن هذه التقنيات باتت خلال السنوات الأخيرة أكثر دقة حتى أصبحت دقيقة بنسبة 99.5% ويضيف الخبراء إن استخدام التعرف الآلي للوجه هو الأفضل لأنه يمكن مطابقته مع مصادر موثوقة بما أن صورنا محفوظة في كل بطاقات التعرفة الشخصية ناهيك عن أن تطبيق تقنيات التعرف الآلي على الوجه يقلل من الوقت المستغرق في الإجراءة الأمنية في المطارات وعلى الرغم من الإيجابيات العديدة لاستخدام تقنيات التحقق من الشخصية ومنها التعرف الآلي على الوجه فإن البعض انتقد هذه التقنيات باعتبارها انتهاكا للخصوصية معنا من الرياض مدير شركة كاسبرسكي في السعودية والبحرين محمد هاشم صبح كلها بالخير وأهله وسهله فيك معنا اليوم يعني أصبحت فيه زيادة كبيرة في استخدام هذه التقنية في المطارات تحديدا ووفرت يمكن كثير من الجهد والوقت القياسات الحيوية أو البيوماتريكس هذه كيف تعمل بالضبط؟ أعطينا نبذة يعني عن آلية عملها يعني كيف تشتغل؟ صباح الخير أول شيء صباح نور البيوماتريكس هي عبارة عن طريقة لتحديد هوية شخص ما ممكن تكون عن طريق بصمة الوجه أو بصمة اليد أو بصمة العين أو حتى ممكن تكون الهارتبيت أو قياس النبط لأنه طبعا كل إنسان يختلف عن التاني بهذا الموضوع فبالتالي هي طبعا طريقة تطورت جدا وصارت مثل ما حضرتك ذكرتي بالتقرير أنه 95.5% ناشحة طيب يعني هل ستكون هذه التقنية هي المستقبل بعد كذا بنشوف في المطارات مثلا ما سنحتاج أوراق بسبورات ما سنحتاج أوراق هواية ستكون هي هذه الأوراق هذا اللي تدل كل شخص يقف أمامها هو مين ممكن تدخل على التاريخ كامل الموجود في الدولة أو في السيستم نعم ما بستغرب أنه يكون هذا الشيء بالمستقبل لأنه التكنولوجيا تتطور بشكل سريع جدا إذا كنا بدنا نحكي بأنه هل ستكون كافية ما لا أعتقد لأنه دائما لازم يكون فيه طريقتان للتأكد من شخصية الإنسان أعتقد أن التكنولوجيا موجودة لتبقى وأعتقد أن التكنولوجيا تتطور واليوم كما ترى صار كل شيء رقمي يعني نحن صار كناس لدينا بصمة إلكترونية كبيرة كثير يعني اليوم لا يوجد حساب على السوشيال ميديا لا يوجد حساب سنابشات أو إنستجرام أو فيسبوك فبالتالي موضوع التكنولوجيا عم تكبر وتلامسنا مع الفضاء الإلكتروني أو الفضاء السيبراني صار أوسع بكتير ممكن أكيد تكون بالمستقبل قريب هي واحدة من الأساسيات لتسهيل حركة المسافرين عبر الدول ولكن أنا برأيي المتواضع ما أعتقد أنه ستكون وحدة كافية طب هي فعلا سهلت حركة المسافرين يعني بتصير بعد كذا طريقة الحركة في المطارات أسهل وأكثر دقة يعني خلينا نقول هل هي فعلا تسهل الحركة وفعلا دقيقة لهذه الدرجة سؤالك من شأن بالنسبة لتسهيل حركة أكيد بتسهل الحركة وخصوصا مع جائحة كورونا وعدم التلامس وتباعد الاجتماعي صار موضوع خلينا نقول لبصمة الوجه أو التعرف على الوجه شغلة مهمة كثير لتسهيل حركة المسافرين وبالإضافة لموضوع عدم انتقال الفيروس من شخص لشخص هل إذا بتسألين إذا دقيقة للأسف لا مش دقيقة نحن نعرف أنه فيها شوية تعقيدات معينة ولكن تكنولوجيا موجودة وهي عبارة عن داتا هو بروسس داتا أو كيف نتعامل مع هذه البيانات هل التعامل مع البيانات بالنهاية بيتحسن شوية شوية تدريجيا ولكن للأسف لا يمكننا أن نقول أنه دقيقة أنا برأي أنه برجع بالإضافة لموضوع بصمة الوجه أو شكل الوجه ممكن نستعمل شغلة تانية مثلا واحدة من الخياسات البيومترية هي الباترن أو حركة الإنسان طبيعي التصرف الإنسان ممكن ناخد الهارد بيت أو نبض القلب كمان واحد من زيادة الأمان وزيادة التأكد من الشخصية هذا على المستوى بأعتقد بالنسبة للخصوصية إلى أي مدى هذه التقنية فيها إلى حد ما انتهاك للخصوصية بالنسبة للأشخاص ودات المعلومات التي تأخذها عن كل شخص هل تذهب إلى مكان آمن كيف تستخدم المعلومات المأخذة من هذه التقنية سؤال جميل طبعا أعتقد أننا اليوم موضوع الخصوصية أعتقد أننا كلنا كما ذكرت كلنا عنا صار إنعدام بالخصوصية بوجود التقدم التكنوليج أصبحنا مكشوفين جدا حتى اليوم إذا تتطلع بموضوع 100% إذا تتطلع اليوم حتى أولادنا اللي هم يتعلموا أونلاين بهذه الفترة اللي مددت كما يصير عندهم بصمة إلكترونية بمكان ما اليوم على جوالك إذا تتطلع أنت يمكنك أن تكون مفعلة تطبيق الفيس ركنيشن أو تعرف على الوجه بصمة الصوت بصمة الأصبع بالتالي الداتا موجودة موجودة كيف بنحمي الداتا هذا المهم أعتقد حماية الداتا لازم تكون بمحلين أو حماية البيانات هذه اللي موجودة لازم تكون بمحلين واحد مطرح ما بنخزنها للداتا والتاني هي الداتا لما تكون عم تنتقل من المطارات أو من الموانئ أو من منافذ الدخول بكل دولة إلى مطرح ما بتتخزن اللي هي بسمياه نحن ستوريج أو سيربر روم أول آخري الحماية هذه طبعا تقع على عاطق المشغلين والمستفيدين من هذا الموضوع بالتالي بأعتقد أن التعاون مع الشركات اللي بتتعاطى بالأمن السيبراني واللي شغلتها الأمن السيبراني لحماية هذه الداتا منهم طبعا شركة كاسبرسك اللي أنا بشتغل فيها مهم جدا التعامل بين القطاع الخاص والقطاع العام والتعاون بشكل وثيق لحماية هذه البيانات بأكتر طريقة ممكنة طيب سيد محمد يعني قال لي شخص أنه متزوج توأم يعني زميلنا هنا في العمل متزوج توأم فالأخت التوأم تقدر تفتح جوال أختها بنفس بصمة الوجه مع أنه هم مش توأم متطابق جدا بس في شبه كبير بس هذا اش يعني لما مثلا هذه التقنيات ممكن تتأثر بوجود شبه مثلا أو شخص توأم وكيف ممكن تتأثر أيضا المعلومات في حال تغيرت ملامح الوجه يعني واحدة راح تسوى تعملية تجميل في وجه مثلا تغير شوية من خارها من ملامح وجه كيف ممكن تقرأ هذه تقنيات الشخص مية بالمية شفنا شفنا العديد من خلان نقول من المغلطات التي صارت بموضوع التعرف على الوجوه عشان هك نحن دائما بنقول أنه لازم يكون فيه طريقتان على الأقل يعني بغض النظر عن شكل الوجه ممكن نضيف حركة الإنسان نفسه أو ممكن نضيف حتى موضوع النبط أو ممكن نضيف حتى يباني النمط يقدر يلحق نمط مثلا في هذه الثواني اللي يوقف فيها قدام الكاميرا في الجهاز يباني إذا فيه نمط الشخص بيعتمد عادة مسرع يعني شوف هي عبارة بالنهاية بالنهاية هي عبارة عن زكاء استناعي يعني هي كلمة عطيتي داتا كل ما أدري يحدد أكتر ويكون أكتر واضح بالتفريق بين شخصين بيشبقوا بعض أو شخصين عندهم نفس لون الجلد أو شخصين عندهم نفس لون لعيون أو حتى نفس شكل الوجه يقولوا أنه بيخلق بشبه أربعين فبالتالي هذول الأربعين لا تقدر تفرقهم من بعضهم لازم يكون عندك داتا كافية عنهم تقدر يترقبهم لوقت أكتر والدخل هذه الداتا بحيث أنه البرنامج نفسه يقدر يميز بين شخص وشخص تاني طبعا تكنولوجيا موجودة وهذه دايما أنا أقولها فبالتالي أد ما نعطي داتا وأد ما نعطيها معلومات لهذه البرمجيات أد ما هي تقدر بالنهاية تعتدي إجابات دقيقة وتقدر تبيز بشكل دقيق بين الشخص شكرا شكرا لك يا محمد الهاشم على كل هذه المعلومات مدير شركة كاسبرسكي في السعودية والبحرين محمد هاشم شكرا